قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم أربعة محاصيل استراتيجية لتشجيع الفلاح على زراعتها وأشهر مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الهدف من زراعة تلك المحاصيل تقليل الفجوة الموجودة حاليا لتخفيف استيراضي المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف أو صناعة الزيوت قلنا عن سعر للأمح وبرضو حيبقى من الوارد وقت التوريد إن شاء الله أن نراجع في إدوء أن نحن عايزين نضمن أكبر حجم من التوريد من السوق المحلي ودي نقطة مهمة جدا الرقم اللي حتى قلناه للأمح هيبقى وارد أن نراجع في إدوء سعر البورصة العالمية وبالتالي النهاردة تبقى اللي بيحصل أن جاي السعر الأمح عمالي ينزل فحتى تاني أنا بأكد حتى لو نزل عن السعر اللي إحنا كنا أعلن عنه لو ألف ومتين وخمسين للأردب هنبقى إحنا ملزمين بإن إحنا ناخد بالألف ومتين وخمسين أنا بأكد دي علشان نشجع الفلاح المصري الأسعار اللي إحنا تم التوافق عليها بالنسبة للدرة الشامية البيضاء هيبقى تسعة تلاف جنيه للطن الدرة الشامية الصفرة ودي الحياة مش متعودين إحنا في مصر من هما يزرعوها الفلاحين ولكن دي بتبقى مهمة جدا للعلف وأيضا للزيوت فإحنا بنتكلم على تسعة تلاف وخمسمائة جنيه للطن بالنسبة للفول الصوية إحنا بنتكلم حيبقى سعر الضمان طمانتاشر ألف جنيه للطن وبالنسبة العباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي اللي هو بيطلع منه الزيت حيبقى خمستاشر ألف جنيه للطن وتاني أنا بأكد دي كلها أسعار ما نطلق عليه سعر الضمان وحيبقى العبرة بوقت التوريد أن نشوف ونلجأ إلى سعر البورصة ويبقى بالتالي نضمن أن يكون هناك عائد مجزي للفلاح المصري